بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين عزي الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء والمراجع العظام والأمة الإسلامية بذكرى حلول محرم للحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه وذكرى انتصار الدم على السيف من كلام لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه أنه قال لا أعلم أصحابك أصحابي ولا أهل بيت أخير وأبر من أهل بيتي على اختلاف الألفاظ ولكن المعنى واحد طبعا الإمام الحسين عليه السلام لما نزل اليوم الثاني من المحرام سنة ستين للهجرة واحد ستين للهجرة جمع أصحابه قال أصحابي هذا الليل قد غشيكم اختبرهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا أن القوم يطلبونني زينب تسأل الإمام الحسين سلام الله عليه أخي هل اختبرت أصحابك قال أخي والله لم أجد فيهم إلا الأشوس الأقعس يستئنسون بالمنية دوني كاستئناص الطفل بمحال بأمه لذلك مواقف مشرفة يسأل بني عقيل يقولهم كفاكم الدن بمسلم شنو كان جوابهم يقولوا له ماذا نقول للناس تركنا سيدنا تركنا شيخنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام لا والله لا نفارقك يا أبا عبد الله بعد لذلك أن هذا الليل قد غشيكم يعني أنتم سيروا أن القوم يطلبونني آنة مواقف متعدد العباس عليه السلام أبو فاضل لما جاء له أمان من عبيد الله بن زياد وصاح شمرون أين بنو أختنا أين العباس وأخوته العباس ما قام حياء من الحسين سلام الله عليه صاح شمر ثانيا أين بنو أختنا أين العباس وأخوته العباس لم يقوم ثالثا صاح فقال الإمام الحسين عليه السلام أخي أجبه وإن كان فاسق فأجابه العباس عليه السلام أجاب الشمر قال ما تريد يا شمر قال لك الأمان ولأختك من عبيد الله قال شف موقف العباس عليه السلام قال أتؤمننا وابن بنت رسول الله لا أمان له تعسن لك ولأمانك هذا الموقف ومو لأنه أخوه لأنه إمامه والعباس عليه السلام ترى يعني أنه كلما ينادي الحسين أخي سيدي يا ابن رسول الله روحي في ذاك العباس ما قال للحسين أخي إلا عندما وقعت الراية قال أخي يعني هنا ندب العباس ندب أخاه الحسين عليه السلام بهذا الكلام وهي طبعا تربية أم البنين أم البنين تقول للعباس بني عباس إذا جلست بين أخويك الحسين والحسين اجلس مجلس العبد أمام سيده وفعلا العباس عليه السلام جسد هذا كلما يناديهم سيدي يا ابن رسول الله روحي في ذاك نفسي في ذاك هذا موقف تجي إلى موقف آخر الحسين عليه السلام لما دعاء القاسم بل هو القاسم جاء جاء القاسم لي قل لبني قاسم كيف ترى الموت قال عم أبا عبد الله إن الموت بين يديك أحلى من الشهد يعني أحلى من العسد وهو عمره ترى هدع السنة القاسم أولو ترى أن موقف شريح القاضي لما سألوه ما رأيك بمن يخرج على إمام زمانه قصدون يزيد لعنة الله عليه قال الذي يخرج على إمام زمانه ففاجق فاسق فاجر بعدين قالوا له يعني في المرويات عذرا يا أبا عبد الله من هذا الكلام قالوا له وإن كان الحسين قالهم أيضا لا قالهم خل فكر هذا الأمر الحسين أنا ما أقول الحسين قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين أنا شون أقول حسين كذا وكذا بعدين دفعوا لهذا الاختبار هذا الموقف دفعوا له مبلغ قال الذي يخرج على يزيد يعني إمام زمانه كذا وكذا وإن كان الحسين سلامه شوف موقف القاسم اللي هو عمره دعا السنة وموقف شريح اللي هو عمره ما يقارب بالثمانين أو خمسة وثمانين سنة تقديم في واقعة الطف فهذا المواقف بعد من المواقف الحسين اللي اختبارهم طبعا الحر بن يزيد الرياحي مؤخرا جاء يعني الحر بن يزيد الرياحي أولا منع الحسين من الدخول إلى الكوفة جاء جاء ببنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدين نضر الحر بن يزيد الرياحي إلى عمر بن سعد قال أي عمر أمقاتل أنت هذا قال بلى قتال أيسره أن تطيح فيه الأيدي والأرجو زين فهنا الحر حدد موقفه قال أخير نفسي بين الجنة والنار فوالله لا أختار على الجنة شيئا جاء إلى حسين عليه السلام لكن بأي هيئة جاء وقد وضع يديه على رأسه ومطأطئ برأسه قال قال أبا عبد الله هل لي من توبة قال أنتبت تاب الله عليك وانزل من على ظهري جوادك قال لا أنا لك فارس خير من أكون راجل وآخر نزوله والشهادة في سبيل الله فشاهد الكلام يقولون أنه المؤرخين سبب تغبة الحر يوم من الأيام لما جعجع الحر ببناة رسول الله ومنع الحسين عليه السلام من الدخول قال الحسين يا حر ثكلتك أمك الحر هنا توقف قال أنا أقول ثكلتك فاطمة لا والله فهذا سبب توبة الحر وتاب وقال لأبا عبد الله دلني على خيمة زينب أنا أريد أعتذر جعت ببناتي رسول الله أورد رجع الحسين أو رجع الحر يبكي ويده على رأسه وهو يقول أخير نفسي بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئا جون مولى أبي ذر هذا الرجل العبد الأسود كله عبيد الله سبحانه وتعالى قال للحسين أنا في الرخاء ألحس قصاعكم ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذ لكم لا والله حتى يختلط هذا الدم الأسود بدماءكم آل محمد وفعلا لما استشهد طبعا دعا له الحسين عليه السلام فتغير لونه وطاب ريحه كرام كرام للماء حسين الحسين عليه السلام مواقف عابس الشاكري وأصحاب الحسين عليه السلام التي يعني يزورهم الإمام الصادق عليه السلام بهذه الزيارة عليه السلام صاحب العصمة الكبرى يقول بأبي وأنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفتم وفزتم والله فوزا عظيما نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على ولاية محمد وآل محمد وأن يرزقنا شفاعتهم يوم اللقاء إنه سميع الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة